السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات بدي أحكي اليوم عن المقصود بالأمراض المناعية الذاتية وأشهر هذه الأمراض وعن هذا الخلل المناعي كيف يتشكل وعن الأسباب والعوامل المؤثرة في ظهور الأمراض المناعية وعن الطب التقليدي هل يؤدي إلى الشفاء أم إلى السيطرة وعن الطب التكاملي وكيف يمكن أن يعيد التوازن إلى المناعة وعن النظام الغذائي ودوره في علاج الأمراض المناعية وأيضا عن الأطعمة التي يجب تجنبها والأطعمة المفيدة والمضادة للانتهاب وعن المغذيات الدقيقة وفيتامينات ومعادن هامة وعن النوم والحركة والتوتر وعن الأبحاث الحديثة الواعدة إذن الموضوع غني بالمحاور الهامة وبحاجة لمتابعة كلمة كلمة وخطوة خطوة من البداية حتى النهاية أولا ما المقصود بالأمراض المناعية الذاتية هي فئة من الأمراض يحدث فيها خلل في جهاز المناعة حيث يهاجم الجسم أنسجته وآضائه بدلا من أن يدافع عنها في الوضع الطبيعي يقوم الجهاز المناعي بالتمييز بين ما هو ذاتي وغير ذاتي فيروسات بكتيريا خلايا سرطانية لكن في هذه الأمراض المناعية يفقد الجهاز المناعي هذا التمييز ويبدأ بمهاجمة خلايا الجسم من أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعا؟ الذئبة الحمراء أو الذئبة الحمامية التي تؤثر على الجلد والكيلة والرئتين وتتميز بظهور طفح جلدي وإحمرار على الوجه ومرض آخر هو التصلب الويحي المتعدد الذي يستهدف الأعصاب ويؤدي إلى فقدان التنسيق الحركي وضعف العضلات وفي مرض آخر هو التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يسبب ألم وتورن في المفاصل ويؤدي إلى تشوهها مرض آخر هو مرض كرون والتهابات الأمعاء التي تؤدي إلى مشاكل هضمية مزمنة ومرض آخر هو مرض شائع السكري نوع أول والذي ينتج عن تدمير خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الإنسولين وهناك أيضاً أمراض الغدية الدرقية مثل هاشيموتو ويقدر أن أكثر من 80 نوع من الأمراض المناعية الذاتية معروفة وتصيب ملايين الأشخاص حول العالم مع تزايد معدلات الإصابة بالعقود الأخيرة طيب ما هي الأسباب والعوامل المؤثرة في ظهور الأمراض المناعية السبب المباشر غير معروف حتى هذه اللحظة لكن هناك عوامل متعددة تزيد من احتمال الإصابة وغالباً ما تتداخل هذه العوامل مع بعضها أول سبب أو عامل لاستعداد الوراثي فبعض الجينات أو المورثات تزيد من قابلية الجسم لتطوير أمراض مناعية العامل الثاني العوامل البيئية تلوث الهواء، المعادن الثقيلة، المبيدات الحجرية والمواد الكيميائية التي تؤثر على استقرار الجهاز المناعي عامل آخر هو العدوى الفيروسية أو البكتيرية بعض الفيروسات قد تحفز الجهاز المناعي بطريقة خاطئة أربعة، نمط الحياة العصري سوء التغذية وقلة النوم والتوتر المزمن وقلة الحركة عامل خامس هو اختلالات في الأمعاء وتسمى ارتشاح الأمعاء أو متلازمة الأمعاء المتسربة وتحدثت عنها في أكثر من فيديو حيث تدخل جزيئات غير مرغوب فيها وفضلات سامة إلى الدم مما يثير استجابة مناعية غير طبيعية عامل آخر هو نقص الفيتامينات والمعادن مثل الفيتامين دال والزينك والسيلينيوم وفيتامين اي والتي تلعب دور أساسي في دعم جهاز المناعة عامل آخر هو الخلال الهرموني خصوصا عند النساء فبعض أمراض المناعة ترتبط بالتغيرات الهرمونية طيب ماذا عن الطب التقليدي عادة ما يعتمد الطب التقليدي على الأدوية المثبتة للمناعة ليس للشفاء إنما للسيطرة على الأعراض ومن أشهر الأدوية الكورتيزون ومشتقاته اللي بتخفف الالتهاب بسرعة اثنين مثبتات المناعة مثل ميتوتريكسات ثلاثة الأدوية البيولوجية الحديثة والتي تستهدف أجزاء محددة من جهاز المناعة لكن هذه الأدوية تخفف الألم والالتهاب فقط ولا تعالج السبب كما أن لها آثار جانبية خطيرة مثل زيادة خطر العدوى وهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم طيب ماذا عن الطب التكاملي بالسنوات الأخيرة ظهر توجه جديد في علاج الأمراض المناعية عبر الطب التكاملي والوظيفي الذي يركز على إعادة توازن جهاز المناعة وليس فقط قمعه ويشمل ذلك أولا تعديل النظام الغذائي اثنين دعم صحة الأمعاء ثلاثة إدارة وضبط التوتر أربعة دعم الجسم بالمغذيات الدقيقة فيتامينات ومعادن طيب ماذا عن النظام الغذائي ودوره في علاج الأمراض المناعية الغذاء هو حجر الأساس في الصحة بعض الأطعم تزيد الالتهاب والبعض الآخر يخففه أنظمة غذائية مثل بروتوكول المناعة الذاتية ونظام البحر الأبيض المتوسط ونظام باليو المعدل هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها في تقليل الالتهابات وتحسين الأعراض طيب ما هي الأطعم التي يجب تجنبها السكر الأبيض المكرر الذي يرفع الالتهاب لغلوتين الموجود في القمح والشعير خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية منتجات الحليب البقري التي قد تسبب رد فعل مناعي الزيوت النباتية المكررة السائلة أو المهدرجة التي تحتوي على دهون غير صحية الأطعمة المصنعة والمعلبة فول الصوية التجاري الكحول والكافئين بكميات كبيرة طيب ما هي الأطعمة المضادة للالتهاب؟ الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرم الكركم مع الفلفل الأسود الزنجبيل والثوم النيئ الأسماك الدهنية الغنية بأوميغا ثري زيت الزيتون البكر بذور الكتان والشية الأطعمة المخمرة مثل الزبادي الطبيعي والكيميتشي والميسو الفواكه الغنية بمضادات الأكسدي مثل التوت والفراولة أو الفريز طيب ما علاقة النوم والحركة والتوتر؟ النوم العميق 7 إلى 9 ساعات ضروري لضبط شهاز المناعة النشاط البدني المعتدل يعزز المناعة بينما الإفراط في التمارين قد يضعفها التوتر المزمن يسبب ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول الذي يثبت المناعة لذلك فإن تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق ضرورية طيب ماذا عن المغذيات الدقيقة؟ دعم الجسم بها هام وضروري فيتامين دال 3 ضروري لتنظيم استجابة الخلايا التائية الزينك يدعم إنتاج الخلايا المناعية السيلينيوم مضاد أكسدي قوي يحمي الأنسجة أوميغا 3 تخفف الالتهاب فيتامين A وفايتامين E يحافظان على صحة الأنسجة والمخاطية هناك أبحاث حديثة واعدة في الصيام المتقطع يقلل الالتهاب وخاصة في مرض الذئب الحمراء أو الذئب الحمامية النظام الغذائي المضاد للالتهاب يحسن أعراض التصلب المتعدد البروبايوتك يعيد توازن الماكروبيوم ويحسن الاستجابة المناعية الشفاء التام قد لا يكون متاحا لجميع المرضى للأسف لكن يمكن تحسين نوعية الحياة والحد من الأعراض ابدأ بتعديل نمط الحياة، النظام الغذائي، النوم، التوتر ودعم جسمك بالمغذيات في ذمينات ومعادن التوازن هو المفتاح لعلاج أمراض المناعة الذاتية شاركوا الفيديو مع من تحبون من أصدقائكم وأحبائكم لتعم الفائدة والخير ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغذر والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر قناتي والفيديوهات التي أقدمها هي لغرض التثقيف فقط ولا تعد بديلا عن المشورة الطبية المتخصصة استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل نصيحة طبية لحالتك ولا تقوم بتعديل جرعة الدواء بدون استشارته تبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا وأيضا من خلال ميزة الانضمام وحبكم جميعا عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ورعايته